حياكم بالزبدة معكم خالد واليوم سنشوف ايرلوك باك ريسيلر فيه احياناً تبطل البطاة تاكل منه شوية ويسد نفسك ويقول تيشون راح اكله لبعد فترة ثانية لما تي تسكره او تحطه اتخزنه ما يرد نفس ما كان قبل فهذا المنتج يسكر لك اياه سيل بالكامل خينشوف نسوي الانبوكسنج ليش نسوي الانبوكسنج وانا عندي واحد انبطل وردي عشان كتبه جربة شا سوي؟ ما قدر انطل من شركة اسمها فرشي طبعاً ميادن شاينة هذه الاشياء اكثرها يو اس بي تشارجر شكله عبارة عن دباسك القطعة هذه تصير حارة على ما اعتقد وفيه هنا قطعة ثانية من فوق تسوي على سيل بطاط كتكو لايتلي سولتد تليل الملح تدرون متأخر مرة ما اكل بطاط كتكو عادي ما اذكر ممممممممم يا جماعة عدورون العالم كله اللي يشتري لي ليز اللي يشتري لي خرابيط لندن ما اكو على بطاط كتكو حاطها على نظام السيل واي اجرب الدباسة هابي أسكرها عليه، وهي أحركها شوي شوي فأشوف تي تسكر المونتج حركات قبل تي تستخدمها تحطها على السيل وتخليه لمدة دقيقة أو دقيقتين يصير حار بعدين تستخدمها، ما تصدنا على طول دقيقة أو دقيقتين بس يوم من يحب الناتشوز إلي عجبت هذه الحلقة يسوي لايك واللي ما عجبتها يسوي دسلايك مو مهم عادي المهم أن تشوف الحلقة وتابعني تسوي سبسرايب وحياكم بالزد